السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مرة أخرى في هذا الجزء الثالث الذي سنحاول من خلاله الحديث عن الملف التقني الذي أعدته شركة معتمدة لدى اللجنة الأولمبية الدولية والذي عدد أخطاء باكري قصمة وكانت أخطاء مؤثرة هل هذا الملف التقني بعد إحالة الملف للجنة التحكيم سيساعد الملف الجزائري أو احتجاج الجزائري أم لا؟ أولاً اتفقنا على شيء في السابق أننا ارتكبنا خطأ شكلي ارتكبه الطاقم الإداري للطاقم الفني عندما لم يقم بالاحتجاج لدى مفوض الفيفا بعد نهاية المباراة بساعتين الآن الاتحاد الجزائري لم يعرف أن هناك خطأ في الإجراءات الشكلية ارتكبه الطاقم الإداري للطاقم الفني مثل ما أسلفت الدكر وبعد استشارة محامين تم الاتفاق على طلب رأي لجنة التحكيم وهذا ما جاء في بيان الاتحاد الجزائري الاتحاد الجزائري تم إبلاغه سابقاً بأن الاحتجاج سيدرس على مستوى لجنة الانضباط وكان من المفروض أن يدرس يوم 21 أفريل مثل ما أعلنت الفاف سابقاً لكن بعد استشارة القانونيين تم توصل إلى المطالبة برأي لجنة التحكيم الفاف ترى في لجنة التحكيم أنها مؤهلة لإعطاء رأي يتعلق بالحكم لتعزيز ملفها الفاف أرادت ملفاً تقنياً من لجنة التحكيم الدولية تابعة للفاف للفيفا عفواً لتدعم ملفها في حال قبوله شكلاً لأن الإشكال هل سيقبل الملف شكلاً أم لا الفاف طلبت أيضاً من لجنة التحكيم سماع تسجيلات غرفة الظار لمعرفة الحوار الذي ضار بين بكري قصمة وبين غرفة الظار لجنة التحكيم التابعة للفيفا هي ليست لجنة جزائية ومهيكلة مثل لجنة الانضباط بل هي لجنة مستقلة وبالتالي يمكنها أن تجتمع في أي وقت هذه اللجنة يرأسها الإيطالي كولينا الحكم المعروف ونائبه القطري هاني بلان وفيها 11 عضواً من البرازيل والسنغافورة وإيطاليا وجزر سليمان وكندا ونيوزيلاندا الباراغواي، السيش الإفريقي، التشيك، الولايات المتحدة الأمريكية وموريشيوس بعد صدور رأي لجنة التحكيم سواء بالإيجاب أو بالسلب لا ندري كيف سيكون هنا يتم التوجه إلى لجنة الانضباط من جديد التي ستحدد لنا تاريخاً لدراسة الاحتجاج الجزائري إذا كان رأي لجنة التحكيم يدين الحكم قصمة بارتكابه أخطاء غير فنية أعيد وأكرر غير فنية أثرت على نتيجة المباراة ربما ستتم معاقبته لكن لن تحسب هذه الأخطاء كأخطاء فنية مثل ما أكرر وأقول وأؤكد لأن هذه الأخطاء خضعت للسلطة التقديرية للحكم ولم تخالف القوانين السبعة عشر المنظمة لللعبات الفاف ماذا تريد؟ الفاف تريد أن تصل إلى وجود نية مبيتة لدى الحكم باكاري قصمة مما يستوجب فيما بعد فتح تحقيق لمعرفة أسباب هذه النية المبيتة كذلك إذا كان هناك خطأا تقنيا فالقانون يفرض أن يكون الاحتجاج عليه بعد المباراة في أجل أقصى ساعدتين مثل ما أقول لهذا حتى وإذا وهي نسبة ضئيلة جدا إذا ثبت أن هناك خطأ فني وطبعا لا يوجد خطأ فني لأننا كلنا شاهدنا المباراة ولكن نضعها للمجهول حتى وإذا كان هناك فهذا لا ينفعنا في شيء لأننا لم نحترم الإجراءات الشكلية حتى نكون واضحين وحتى إذا تم التغاضي عن ذلك فهناك الاتحاد الكاميروني سيستغل هذه النقطة لأنه يعلم أنه لا يوجد احتجاج بعد نهاية المباراة بساعتين وبالتالي يعرف أن احتجاجنا مرفوض شكلا أو لم يستجيب لمعايير الشكلية شكرا جزيلا